أول الخاصة في عاصمة الميادين السباق الأول الخاص بفئة الحقائق نتارح هنا مقدمة الشوط والمركز الأول وصدارة الشوط الانطلاق الأول وهناك وجه عبد الله بن صالح بن حبتور العامري من يأتي على المركز الأول والانطلاق الأول بينما المركز الثاني ثاني التحديات وهناك القادمة على المركز الثاني أوتار علي بن سالو بن صروخ النعيمي المقدمة لإسم أوتار المركز الثالث ثالث المراكز هناك المتواجدة ميزة حمد بن مطر بن حمد الشامس يحتل المركز الثالث بينما المركز الرابع رابع التحديات لو تابع هنا هذا الانطلاق المميز الشايبة علي بن حميد بن خميس الجذيل قادم على المركز الرابع وخامس المراكز مشاهدين متابع الكرام الفائزة المر بن سالو بن محمد الأغفيل يتقدم مع هذا الانطلاق وهناك لجين عبيد بن سالم بن عبيد بن سالم المنصور يتواجد هنا مع هذا التحدي أسماء مميزة أسماء متقاربة بعضها من البعض هذا يبدل وهذا يتقدم وهذا يتأخر أسماء تتحدى من الجل النموس أسماء وشعرات تتنافس في عاصمة ميادين السباق هنا لو تلاحظون على شاشة قناة ياس ممكن سبعة أسماء أو ثمانية أسماء في موقع واحد لكن هنا بدأت تبرز هذه الأسماء المميزة وصلت الآن وانطلقت في هذه اللحظات الشاهنية سانم بن شطيق بن سالم المالك يتواجد الآن على المركز الأول ابن السلطنة القادم من سلطنة عمان يتقدم المشاركين وهناك شعار شوط الرئيسي مشاهدينا متابعينا الكرام شعار جمايل تقدمت الآن حربة عبد الله بن ضفر بن محمد العامري يبحث عن نقطة الثالثة في هذه الفترة الصباحية المركز الثالث المركز الثالث في خامة مبارك بن حمد بن سالم الوهيبي من يقدم في خامة المركز الرابع شخصية سيف عبد الله بن مطر بالخصوان الاكتبي يتقدم الآن يا سلوم يا سلوم من الجانب الأيمن هناك هقوى صالح بن محمد بن عاطف الرشيد ولكن مقدمة الشهود يا سلوم انطلقت الآن وتواجدت هنا مع هذا الاندفاع شواهين محمد بن بخيف بن سعيد العامري ما شاء الله تبارك الله الكير والأخير وهذه العروض المميزة من قبل شواهين شواهين على المركز الأول محمد بن بخيف بن سعيد العامري العامري يقدم لنا شواهين المركز الثاني حربة يا حربة عبد الله بن ضفر بن محمد العامري هل يتكرر الناموسي الثالث وأيضا هناك القدوم من الشهنية سالم بن اشطيط بن سالم المالكي وصل على المركز الثالث المركز الرابع وصلت صملة محمد بن ناصر بن حمد الف هيدي المري يتقدم الآن مرحبا بك يا رأي صملة المركز الخامس هناك الهايلة محمد العوضي بن يحيى المنهالي اللحظات الأخيرة الله الله رأي صوغة رأي صوغة يا سلام يا سلام السلامات للمسعودي ولكن هنا الأسماء القادمة يا سلام هنا مقدمة الشهود المركز الأول حربة يا حربة هل تصمت حربة؟ عبد الله بن مضفر بن محمد العامري يقدم حربة شعار مشاهدين ومتابعي الكرام شعار جمايل في الشوط الرئيسي الأول وأيضا صوغان أيضا هنا النقطة الثالثة حربة حربة تضيف النامس الثالث في هذا الصباح الجميل عبد الله بن مضفر بن محمد العامري سلام للمسعودي سلام وشكرا لسعيد بن مضفر المتابع لهذا الشعار المساير لانطلاق حربة وجمايل وصوغان نواميسا متتالية لراعي صوغة المركز الثاني وصلت صملة محمد بن ناصر بن حمد الفهيدي المري المركز الثالث هناك الهايلة محمد بن العوضي بن يحيا المنهالي المركز الرابع مشاهدين ومتابعين الكرام رمسة سالم بن غافل بن مشمل الجحافي وصل على المركز الرابع المركز الخامس الشاهنية سانب بن شطيط بن سالم المالكي هكذا مشاهدين ومتابعين الكرام انتهت مدريات وتحديات هذا الشعوب تهنين والناموس لراعي صوغة 4 دقائق 28 ثانية 9 تجزاء من الثاني وتوقيت حربة ملك السيد عبد الله بن مضفر بن محمد العامري المركز الثاني صملة وصلت على ثاني التحديات تهنين والناموس لمالك صملة 4 دقائق 31 ثانية 6 تجزاء من الثاني هو توقيت صملة محمد بن ناصر بن حمد الفهيدي المري المركز الثالث الهايلة بتوقيت زمني 4 دقائق 34 ثانية 7 تجزاء من الثانية توقيت الهايلة ملك محمد بن عوضي بن يحيا المنهالي تهنين والناموس لجميع الفائزين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة